سجل السوق العقاري الكويتي خلال تداولة شهر مايو 2024 ارتفاعاً من حيث عدد الصفقات والقيمة الإجمالية المتداولة عن تداولة شهر إبريل من العام الحالي وتصدر لأول مرة منذ عوام العقار التجاري في شهر مايو 2024 من حيث القيمة الإجمالية يواصل السوق العقاري الكويتي نشاطه في التداولات منذ بداية عام 2024 حيث سجل ارتفاعاً من حيث عدد الصفقات والقيمة الإجمالية خلال تداولات شهر مايو عن الشهر الذي سبقه إذا بنتكلم على تداولات شهر خمسة سنة 2024 أمانة يوجد مفاجآت في السيولة ويوجد مفاجآت في عدد التداولات نحن نتكلم السيولة العقارية في شهر خمسة 326 مليون دينار مقارنة بشهر أربعة كان 177 مليون دينار يعني عندك زيادة مايقارب 85% هذا عدد كبير إذا منقارن الصفقات عدد الصفقات كانت بشهر أربعة 198 صفقة عقارية بشهر خمسة 352 فأيضاً عندك زيادة بعدد الصفقات بنسبة كبيرة 77% إذا بنفسروا إياكم الاستثماري بشهر خمسة 91 مليون قيمة التداولات بشهر أربعة 555 مليون دينار يعني عندك زيادة 65% على العقار الاستثماري المفاجأة الكبيرة بعقار التجاري شهر خمسة 114 مليون دينار قيمة التداولات بشهر أربعة 35 مليون دينار عندك زيادة مايقارب 225% هذه المفاجأة في القيمة التداولية في العقار التجاري السكني 113 مليون بشهر خمسة بشهر أربعة 95 مليون عندك زيادة 18% ولأول مرة منذ سنوات استحوذ العقار التجاري على النسبة الأعلى من القيمة المتداولة الإجمالية خلال تدولات مايو 2024 وجاء العقار السكني في المرتبة الثانية طبعا بالنسبة حق مايو 2024 100 بالمي راح نشوف في ارتفاع في عدد الصفقات وعدد طبعا قيمة الخاصة في هذه الصفقات لأننا نحن نايم من شهر أربعة وهو كان فيه عندنا شهر رمضان مبارك وبعدها عندنا إجازة العيد فمن الطبيعي أن نشوف في ارتفاع في عدد الصفقات من ناحية العدد ومن ناحية القيمة طبعا شهر مايو 2024 كان تقريبا هناك تقريبا 352 صفقة عقارية السكني أكيد هو المصدر 254 صفقة كذلك يتلوه الاستثماري وبعدها عندنا القطاع التجاري وكان في عندنا بيعتين ثلاثة في قطاع الحرفي قيمة الصفقات تقريبا 322 مليون دينار كويتي في شهر مايو 2024 ويرى الخبراء العقاريون أن سوق العقاري المحلي يمتلك مقومات اقتصادية إيجابية ستساهم في تعزيز النشاط خلال المرحلة المقبلة من تدولات 2024 نواف شراكي تلفزون دوتا الكويت ترجمة نانسي قنقر